السلام عليكم في الفيديو تاليوم سنجاوب على التاسع الأخ حول موضوع رشاشة موستال لتساقط الشعر وقال لكم هذه الرشاشة موستال هي إفكاس لرشاشة مينوكسيد أولا نقارنة بين الرشاشتين ونرى الإيجابيات والسلبية لكل واحدة أولا نبدأ بالمصدر لكل واحدة موستال مصدر التاحا طبيعي المادة الفعالة التاحالية بروسياني دين بيتاتنين يخرجها من التفاح مستخدصة من خلاصة التفاح يسمى المصدر التاحا طبيعي المينوكسيديل هي كيميائية بحثة بريبارية في معمل يسمى الديفيروس بيناتهم هذه كيميائية طبيعية تركيزات كائنة في المصدر تركيز التاحا كائن 1% أما مينوكسيديل فيها تركيزين فيها زوج 1% وفيها 5% لديك الحجم التاحا مصدر الحجم التاحا 50 ميلي لتر أما مينوكسيديل فيها أنواع بزاف فيها 60 ميلي وفيها 120 ميلي لتر بالنسبة للوكالي فيها 120 ميلي لتر بالصح الفرنسي فيه 60 ميلي لتر نذهب للسعر السعر المصدر يقوم بزافة 300.299.900 ويقوم بزافة 50 ميلي لتر لديك مينوكسيديل 120 ميلي لتر ويقوم بزافة 191 ميلي لتر لديك الحجم التاحا كائنة نذهب إلى طريقة الاستعمال طريقة الاستعمال كيف كيف لديهم 7 رشات مرتين في اليوم وكما قلنا من مينوكسيديل تقدر تدير 7 رشات في اليوم فقط الروح وذكا للفعالية التاحا وكتش النتائج تاحا الأولية وكتش تظهر في زوج تظهر النتائج تاحا من ثلاثة شهر وطلع الرشاتين في زوج تقدر تقول المرأة الحامل والمرأة المرضعة لا يجب عليهم فزيو وماما من الملاضي كرونيك كما نقول الضغط الدموي يقول لك مستالة نورمال ولكن ما هي؟ تحاول انكتفيته هذا البرودوي كنت نفعل المقارنة النهائية بين مينوكسيديل ومستال مينوكسيديل هي أفضل من مستال لأن نتائج تاحا من مينوكسيديل أفضل من مستال حسب التجربة العملية كما نقول في الناس يستعبون مستال يكسبوه الدرماتولوج بعد أن نرى التجربة سوف نقوم بأن الصلع الويراثي ودرموكسيديل لن تكون لك نتيجة مرضية كما مينوكسيديل يمكن أن تحبس المينوكسيديل التساقط ويقولون أنها تعالج مشكلة الصلع تستعملهم في زوج ستكون القيمة المادية كبيرة ولكن تستعمل مستال ومينوكسيديل في نفس الوقت